الحتة دي كابتن إسلام وكريم يعني في تاريخ نهائيات الكذب الأهلي والزمالك هو برضو سبحان الله هو إيكوان يعني الاتنين لما لعبوا بعض كل واحد خاد اللقب تسع مرات وفي مرتين تم تقاسم اللقب ما بين الأهلي والزمالك هو طبعا الكل وإحنا حبت برضو دي حتة كده لو أيا كريم أعمل نفسي برضو إيه فهم شوية كده عرفت الحاجات دي كابتن إسلام ومفروض إحنا هي عشرين مرة تسعة وتسعة وتقاسمنا مرتين ما سوى فيه ماتش زيادة تعادل أنا عادت وأنا بدور فيه ماتش في النص كانت تعادل ما تعادل ماتشين لا يعني التعادل ماتشين ده طلع في نسخة واحدة تعادلنا ماتش والقعادة بتاعته تعادلناها وتقاسمنا اللقب ده كان في 57-58 ده عيدات تاريخ كابتن إسلام واحد وعشرين مباراة الفوز تسعة 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 ألقاب التعادل في ثلاث مباريات والأهلي سجل 37 هدف الزمالك سجل 33 إجمالي طبعا البطولات الكاس 38 للأهلي 28 للزمالك ولكن حنتكلم من في موسم 37-38 النادي الأهلي النادي الزمالك في النهاية تعادله مباراة ولما لعبوا الاعادة الزمالك كسب المباراة وقتها واخد الكاس فهنا عشان كده زودنا مباراة تعادل والموسم اللي هو 42-43 الموسم 42 أنا حتى استغربت فيه حاس ان فيه حاجة غلط لحد ما خدت بالي الموسم ده هو تعادل في المباراة وبعد كده المباراة اللي هي الثانية وكان المفروض في الموسم كنت تلغي بقى التعادل وحصل قبل آه بس هم حطوها في عدد المبارايات يعني في 42-43 المباراة ما تلعبتش فيه تقاسم الفرقتين الكاس 57-58 كانت تعادل في المباراة الأولى 00 المباراة التانية تعادل 22 وبرضو تم تقاسم اللقب بين الندين ده تاريخ المواجهات في الكاس وهي المفارقة اللي فيها بس موضوع ان ده تسع ألقاب وده الأهلي تسع ألقاب وزيناك تسع ألقاب وده يعني دي المرة اللي هي اعتبر الواحد وعشرين لو نتكلم مرة واحد وعشرين الأهلي وزي مالك هلعبه فيها نهائك يسمع بعض هنشوف مين يعني هياخد بقى اللقب العاشر في المواجهات اللي ما بينهم ونتمنها ان شاء الله للنادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر